السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا كويسين وبخير يصعد الله وكاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله النهاردة معنا كراءة ايه كراءة برج الحمل على توقعات جديدة احداث جديدة بأدق التفاصيل الفترة اللي جاية كلها بس ركز في الفيديو جدا علشان عايزك تاخد حذرك من بعض الايام وتخلي بالك وايه الايام اللي هيكون عندك فيها لقاءات كويسة وايه الايام اللي لازم تعمل فيها الحاجة اللي في دماغك وتاخد فيها القرار الصح طيب عايزك تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام وتنزل في الكومنتات وتكتب لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بنية الفرج بص يا برج الحمل توقعتك ان شاء الله هتكون جميلة وهيكون فيها احداث حلوة زي ما انت شايف كده بص توقعتك ما شاء الله بجد يعني فيه هدف في دماغك وفيه توقعات حلوة ارجع اقول حاجة لبرج الحمل بتعاني من قريم بتعاني من تبيعة بتعاني من سح اكتب تم يوصلك اللينك لقناتنا التانية هتلاقي عليها العلاج بص يا برج الحمل انت اليومين دول يومين دول حرفيا قدامك طريقين لازم تستغلهم وتمشي فيهم ومش كده وبس يا برج الحمل فيه واحدة ست رجبة فوق دماغك عمالة زن وبترمي عليك الشبكة بتاعتها بس انت برضو متقلك وسديت الطريق اللي بينك وما بين اي حد ممكن يعملك مشاكل دخلت نفسك في دوامة بس تحان وقت ان انت تخرج منها طب هتخرج منها ازاي وانت عندك شوية عراقية مع بداية الشهر اللي جاي يا برج الحمل نص الشهر هيكون عندك لقاء حلو هيكون عندك وظيفة جديدة هيكون عندك مكلمة تخص شغل مهنيا هيكون المستوى بتاعت مرفوع جدا بس عايزاك تخلي بالك من الدايرة والشبكة اللي انت حاليا فيها وانت مش واخد بالك عندك اصدقاء على هيئة ملايكة بس الاصدقاء دول اعداء طيب هتكتشفهم ازاي انهم اعداء هتلاقي نفسك واعتف شدة وفخنقة ومش هتلاقي حد جنبك وهتقول خسارة الناس دي انا كنت فاكرها خسارتهم خسارة بالعكس ده انا اكتشفت انهم اخسارتهم مكسر انت الايام دي بتشتغل على نفسك وعلى هدفك طب بتعمل ايه حاط تسد بينك وما بين اي حد ممكن يزعجك بدأت تقول خلاص اسطب كده حان وقت ان انا بص النفسي حان وقت ان انا اركز على بعض الاهداف اللي في حياتي عندك شخص في حياتك يا بورج الحمل غامض شخص دايما بيديقك وبيخنقك خلاك فقدت سكتك بالناس خلاك فقدت سكتك في الحاجة اللي انت بتحبها خلاك فقدت سكتك في نفسك وعلشان كده بتحزبن حزبن الله ونعم الوكيل دايما بس ما تقلقش انت اخر الشهر اللي جاي هتسمع خبر حلو الخبر حلو ده هيكون متعلق بامنية في بالك نجاح في دراسة سفر برج الحمل الشهر اللي جاي ده هو شهر السفر بتاعك هو شهر زيادة في الدخل لو انت عندك لقاءات فهو هيكون عندك لقاء لو عندك انطلاقة جديدة فهيكون عندك انطلاقة جديدة بس حاول تستغل الفرصة اللي هتجيلك من حد بعيد عنك عايزك تستغل كل يوم وكل وقت في الشهر اللي جاي بس عايز اقولك على حاجة تاني انت زيادة الزيادة في الدخل هتكون حلوة الشهر اللي جاي هتشتغل وهتعافر وهتجاهل وعايزك تحذر من المصاريف الزيادة يعني ما تصرفش زيادة عن اللزوم اعرف كل جنيه طالع منك طالع ازاي ورايح فين وجاي منين وانا هعوضه ازاي انا مش بقولك خليك ماد شوية بس امسك على ايدك علشان خاطر انت عشت فترة ما كانش فيه حاجة ولما احتجت ما لقيتش حد جنبك يسندك ولا يديك ولا حتى يقولك محتاج ايه فيه شخص عنك غايب يا بورك الحمل الشخص ده شايف انه هيكون فيه حاجة الايام اللي جاي او هتسمع عنه خبر بالنسبة للناس اللي بالها مشغولة طاقة الحمل عايزين يسمعوا خبر حمل انا شايفة مولود جديد في العيلة العيلة المولود ده لا اما ليكم لا اما الحد عندكم شايفة كمان ان المشكلة اللي انت فيها هتتيسع وهتكون حلوة وهتركز على هدفك وعلى الحاجة اللي انت عايزها شايفة كمان زي ما قلتلك من المرة اللي فاتت الدائرة اللي انت فيها دي يعني فيه شخصين او ثلاث اشخاص على بابك فيه حد على بابك يا بورك الحمل هيدق بابك الايام اللي جاي شايفة كمان ان شمعتك هتنور شمعتك هتنور اليومين اللي جايين بسبب القرار اللي انت هتاخده فيه شخص هيرجعلك وانت هتديه فرصة تانية الشخص ده بقاله مدة عمال يرائب فيك بقاله مدة عايز يكلمك عايز يتكلم معاك عايز يعمل اي حاجة تخصك علشان خاطر يرجعلك او علشان خاطر حتى يتكلم معاك بس انت ما مدهوش فرصة علشان خاطر بتقول اللي غادر مرة هيغضر عشرين وانا مش هايز اي حد في حياتي الايام اللي جاية وزي ما قلتلك الاصدقاء اللي هيئت ملايكة دول اصدقاء مش كويسين وربنا هيبعدك عنهم الفترة اللي جاية دي هيكون عندك نقلة في عمل نقلة في عمل بس هد اعصابك علشان النقلة دي هتكون سريعة في بعض الاشخاص حواليك يا برج الحمل وانا دايما اقولك بيستغلوك وعايزين يوقعوك في فخ البومة اللي في حياتك اخبارها ايه اعدالك ومرصودالك ومش راضي اتسيبك لحد الان موجودة في حياتك شايفة كمان ان انت هتبدأ تحقق بعض الامور في حاجات عايز تتكلم عنها وعايز تعبر عنها بس ساكت علشان عارف ومتأكد انهم هم مركزين معاك جدا انا عارفة ان انت بتعاني من اعراض كتيرة جدا يا برج الحمل بتعاني من تساقط شعر ومن حاجات كتيرة جدا ووجع في جسمك وكولون وحاجات كتيرة جدا طيب اخر الوجع ده ايه على قناتنا التانية انا نزلتلك علاج للقارين ونزلتلك علاج للوسواس ونزلتلك فيديوهات كتيرة جدا عايزك يا برج الحمل كل اللي مطلوب منك الفترة اللي جاية ان انت تشتغل على نفسك في كتمان يعني ايه يعني اول الشهر مش عايزك تحكي عن اي حاجة تخص حياتك انا عارفة ان انت خدت فترة عانيت فيها من الضغط النفسي ومن الامور اللي ما كانتش متيسرة معاك بس دي كلها فترة وعدت وحان وقت ان انت تثبت وجودك بالافكار الايجابية مش السلبية الافكار الايجابية تدخل فيها وتعافر عندك مشروح هينجح وشايف انه في بعض الايام اليوم اللي هيسندك واتلاقي عندك كده حاس ان انت عندك راحة بعد التعب بعد العذاب اللي انت شفته حان وقت يا برج الحمل ان انت تحط رجلك على ارض صلبة وتشتغل على نفسك طب هتشتغل على نفسك ازاي لما تحقق حلمك وتحقق النجاح اللي انت لازم من زمان تحققه بس احذر وخلي بالك من عراقير من واحدة ست اعدالك ومرصودة لك وبتقولك علي وعلى اعداء ما سيبك الست دي خبيثة ومش حبة الخير ولا ليك ولا لأي حد الايام اللي جاية هيكون عندك لامة حلوة هيكون عندك مكالمة حلوة هيكون عندك حاجة حلوة هتديك طاقة ايجابية انت اليومين دول عايز اي حاجة تديك طاقة عايز اي حاجة تدفعك لقدام عايز اي حاجة تحس ان هي هتسعدك بس انت الايام دي متقلق بنفسك متقلق بمظهرك بدأت تهتم بشغلك بدأت تهتم بنفسك بدأت تهتم بالعائلة بدأت تهتم بحاجات كتير جدا في حياتك شايفة كمان ان ربنا هيفتح عليك حاجة حلوة الايام اللي جاية وهتطلع كل اللي جواك علشان هتوصل لهدفك وهتوصل كمان لحلمك حلمك بين ايدك يا برج الحمل متخليش اي حد يسيطر عليك ولا اي حد بس يقولك كلمة اتدقية في حسد عندك يا برج الحمل وانا قلت لك الكلام ده كله في تغيير كامل الايام اللي جاية باذن الله لجميع الظروف حياتك شايفة لك كمان ان انت الايام دي في ركود بينك وما بين العقل القلب والعقل عندك في ركود مش عارف مين اللي مسيطر على مين بس انت بتقول انا ماشي واللي ربنا اكيد عايزه هو اللي هحصل عليه عندك ايام حلوة وكمان مش كده بس كمان ده انت عندك حاجات حلوة هتديك انطلاقة جديدة هتديك تغيير جديد انت زي ما قلتلك في الفيديو اللي فات ان انت هتنزل تشتري هدوم انت بتحب معروف ان برج الحمل بيحب اللون الاسود بيحب اللون الموف بيحب اللون الاحمر بيحب اللون البني الحاجات الالوان انت بتحبها دي هتنزل شايفا ان انت هتنزل تشتري منها هدوم والهدوم دي هتشتريها وكمان هتحضر بيها مناسبة هتخليك تتعرف على حد جديد خلال الشهر اللي جاي الحد الجديد ده هيدخل حياتك هيسعدك ومش كده وبس كمان يا برج الحمل ده هيدخلك لحياتك طاقة ايجابية ودعم معنوي على جميع الاتجاهات بس ارمي ورا ظهرك كل المشاكل والهموم هتقول لي انا مظلوم هتقول لي انا متخان هقول لك فترة وعدت انت معروف عن ان برج الحمل ما بينساش اي حد ظلمه وبينساش اي حد قسره بس بيعدي علشان الدنيا تمشي بس وقت ما بيقول خلاص صدقوني ما بيعرفش حتى يتكلم زي الباقي روحانياتك عالية جدا يا برج الحمل في كشف حقيقة الاخرين اللي بيتحقوا عليك وبيستغلوا بس مطلوب منك ان انت الفترة دي مش عايزك تتكلم مع حد ولا تتعامل مع حد خالص عايزك تكون هادي كده جدا جدا مع نفسك وفي حياتك وفي توقعاتك علشان تحصل على اللي انت عايزه بطريقة كبيرة وبطريقة سريعة الضغط النفسي اللي انت فيه والغضب على ادفه الامور ده كله هيتركن على جنبه هتدخل في حياة كلها نشاط وحيوية اجتمال الامور اللي عندك في الايام اللي جاية دي هتحرك المريخ عندك وده بيدل ان انت الشمس هتنور حياتك وهيبقى عندك انطلاقات جديدة واحداث حلوة انت دايما من الاشخاص اللي هي صبورة جدا صبرت على ازل صبرت على ظلم صبرت على حاجات بالهبل يعني انت من الاشخاص اللي هي بتصبر من غير تردد الايام اللي جاية برج الحمل هتدخل فيه هدوء نفسي وهيبقى عندك بعض المواجهات ومش هتتوجب عليك ان انت تتصرع في اي حاجة يعني لو انت بتتصرع في قطع علاقاتك في اي حاجة عندك لا انا مش عايزة تتصرع خالص وعايزة تخلي بالك من الامور اللي جاية ده مش كده وبس كمان يا برج الحمل ده انت هتكتشف عدة المواضيع في حياتك انا دايما اقول لك ان انت نجمع خفيف طب يعني ايه يا شخص وعند نجمع خفيف يعني نجمع خفيف يعني انت بتعرف الناس على حقيقتها على طول عايزةك يا برج الحمل تخلي بالك من نفسك وداري على شمعتك تير انت روحانياتك عالية جدا في نفس الوقت حظك قليل في الحياة فعلشان انا اداري مواضيعي لازم تكتم وداري هتكتم وداري حياتك هتتحسن وهيبقى عندك اخبار حلوة باذن الله وعندك انطلاقات جديدة انت بتحب تفعل الخير من غير ما تتردد بس دايما مظلوم من المقربين المقرب لقلبك هم اللي قزينك الاقارب ودايما متقول استغفر الله العظيم حظبا الله ونعم الوكيل ينتقل منكم ربنا ظلمتوني واخدتوا اموالي ربنا هيزيدك الايام اللي جاية من واسح بس انت اقول امين ربنا هيفتح عليك ابواب كتيرة جدا كانت مقفولة علشان انت اتظلمت اتظلمت من الناس كتيرة جدا لدرجة ان برج الحمل بيعاني من مواضيع كتيرة جدا في باله زي ما قلت في اول الفيديو عايز اقولك ان انت اليومين دول حاسس بخمول حاسس بكسر حاسس بارهاق حاسس بظلم من المقربين لحياتك ومن المقربين من اهلك يعني انت تظلمت ظلم غير طبيعي بس باذن الله الايام اللي جاية امورك هتشرك من جديد وحياتك هتتحسن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى دايما اقولك ان انت عندك حد تعبان الحد اللي تعبان ده انت بالك مشغول به وقلت لكم ان ربنا هيشفيه باذن الله شفاء حلو جدا بكم طيب بس نرجع ونقول تاني لبرج الحمل ان انت تظلمت من برج الطوب ظلمك دمر حياتك وارجع اقول تاني السحر هو اللي قلب حياتك الباب المقفول والعراقيل اللي في حياتك ده كلها هتتحسن باذن الله وهتتفتح ببان قدامك انت بتحب تفعل الخير وعلى قد ما بتحب على قد ما ربنا هيديك نرجع ونقول تاني وانا قلت في الفيديو المرة اللي فاتت برج الحمل اتظلم من حرف الالف اتظلم من حرف النون اتظلم من حرف اليا اتظلم من حرف الميم اتظلم من حرف العين اتظلم من حرف الحق اتظلمت من ناس كتيرة جدا من غير حساب ده مش كده وبس كمان ده عندك برج القسد خانك وظلمك وعقصر قلبك ودخلت حياتك برج الحمل برضو فتاة الحمل انت دخلت في حياتك راجل الحمل برضو ظلمك وكان في مشاكل بينكم انت حالين ما بقتيش تسك في حد برج الحمل حاليا ما بقاش يسك في حد ما بقاش يدي الأمان زي الأول في الأول كان بيتعامل بتلقائية بنية صفية كان بيدي الأمان وبيتعامل من غير حساب بدأت لقي حياته اتقلبت فقاني تحتاني لقي حياته تغيرت طب أنا مش أنا فيه لدرجة أنه هو قعد مع نفسه من كام يوم ويقول أنا فيه حاجة غلط أنا ما بقتش عارف نفسي طب ليه بيحصل معايا كده وفي نفس الوقت يرجع يستغفر ربنا ويقول الحمد لله على كل حاجة حاسس أنه فيه لغبطة حاسس أنه فيه عرقيل فيه حاجات كتيرة جدا وقفة وهو مش عارف يعمل ايه ده مش كده وبسه كمان يا برج الحمل أنت عندك بومة اتنين تلاتة اربعة الفترة اللي فاتت دي يا برج الحمل كان البومات دول أعدل لك كده في الرايحة وفي الجاية ومش حبل لك أنت الأيام اللي فاتت كان عندك ضغط نفسي كنت بتضغط على نفسك في حاجات كتيرة جدا الخير هيجي لك هتبدأ تشتغل على نفسك من جديد الأيام اللي جاية الدنيا هتتوسع الأيام اللي جاية هتتوسع معاك بس أنت لازم تخلي بالك من نفسك علشان خاطر الانطلاقات اللي جاية لك هيبقى عندك تحسين حلو جدا شايفة كمان أن أم شريك حياتك هي كانت دايما عاملة لك مشاكل وكانت دايما بتتدخل في اللي ملهاش فيه وبتفرض رأيها عليك وانت كانت الحاجات دي بتضايقك انت يا برج الحمل مهموم وحزين وبإذن الله ربنا هياخد لك حقك بتسأل نفسك سؤال عندك أربع خطوات الأيام اللي جاية هتخطيهم الأيام اللي جاية دي هتخطي أربع خطوات الأربع خطوات دول هيكونوا حلوين بإذن الله انت اكتشفت ناس على حياتها وطلعت ناس من حياتك الأيام اللي جاية هتثبت وجودك في حاجات كتيرة جدا بس لازم تخلي بالك من نفسك وتكون متقلق دايما علشان خاطر الحاسدين والحاكدين بص بقى يا برج الحمل انت دخلت في علاقة مع برج الدلو برج الدلو عمل ايه أزاك أزاك أشد أزم ومش كده وبس ما برضو دخلت مع الأبراج الترابية دخلت مع العزراء ودخلت مع الجدي ودخلت مع التور التلت أبراج دول انت وقع منهم ظلم ليك وتأزيت وما بقيتش عارف تعمل ايه كل اللي بيدخله حياتك بيظلموه بينك وما بين العيلة مشاكل بينك وما بين أقرب مليك كهر يعني قلبك مكهور قلبك كده حاس انه في ظلم بس ربنا بيقولك تفائل تفائل بالخير تجده ارمي كل اللي فات ورق ظهرك كان دايما كل اللي بيدخل حياتك بيديك يضرب فيك يضرب فيك وبيعذبك بس بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى عشان خاطر انت مهموم هيكون عندك تغيير جزري جزري في حياتك الفترة اللي جاية وهيكون عندك حظ حلو انت فوضت أمرك لله وطول ما انت فوضت أمرك لربنا ربنا هو اللي هيكون قادر على اللي انت فيه بس بلاش التراجع عندك يا بورك الحمل لو انت بتتراجع في موضوع أو بتتردد في موضوع يا ريت بلاش الناس اللي حقتت عليك وظلامتك واللي دايما بيعمله أسحور ومشاكل ربنا هينتئم لك منهم انت الفترة اللي جاية هتكون متقلق بإذن الله علشان انت دايما متقلق في حياتك القلم اللي بيجيلك في جسمك من كتر الغدر والنغزة اللي بتيجيلك من غير تعقب من غير سبب لدرك ان انت شعرك بيتساقط حاسس بتعب حاسس بإرهاق نفسك مزدودة من كل شي دي كلها فترة مؤقتة وبإذن الله هتدخل حياتك فترة حلوة جدا برج الحمل لو انت في غربة حس ان انت بعيد عن العيلة بعيد عن الشريك دي كلها فترة مؤقتة عندك لم شامل بإذن الله الأيام اللي جاية انت يا برج الحمل من كتر اللي انت فيه هتبدأ تساعد نفسك بنفسك وهتبدأ تعرف انت عايز ايه وتكمل عليه عندك حد ببيتك لإما أخت الشريك لإما مرات أخ دول ظلموك ومش كده وبس كمان ده انت طالع من بيتك حزين ومهموم ومش عارف تعمل ايه ودائما بتجيب أدعية وتدور على حاجات أي حاجة تنسيك همك وتريح بالك أمورك اللي جاية هتتزبط بإذن الله هتقول لي أنا مظلوم قلبي موجوع تعبان مفيش أي حاجة بتكمل مفيش أي حاجة مفرحاني دي كلها مجرد وقت مجرد وقت وحياتك كلها هتتحسن بإذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى اكتب تم يا برج الحمل يوصلك فيديو علاج السحر اللي إما هتلاقيه في أول تعليق علاج القرين وجميع أنواع السحر شايفة تمان يا برج الحمل ان انت كنت في علاقة مع برج الجوزاء ممكن تكون اكتشفت خيانة اكتشفت علاقة نرجسية الله أعلم بس انت اكتشفت حاجة وجعتك انت في حد في حياتك نرجسي حد بيحب العلاقات الكتير أو حد ماشي في طريق مش كويزة الضغوط اللي عليك يا برج الحمل هتخف هي بمجرد وقت بإذن الله ودي كلها هتخف انت هتحسن في تغيير بنفسك من كتر ما انت عمل تدعي ربنا انت بنفسك هتحس بتغيير اتظلمت من أقرب مليك اتظلمت من الحمل برضو جدا اتظلمت منها فوق ما انت تتخيل عايزك تخلي بالك كويز جدا البومات اللي أعدلك دول والشهم مش الشر والشهم كده انت ما بترتاح لهمش يعني انت المشكلتك يا برج الحمل عارفهم كويز جدا ارجع وقول تاني فتاة الحمل انت تظلمت من راجل الحمل ظلمك بطريقة رهيبة لدرجة ان انت قلبك موجوعة فتاة الحمل انت دايما متقلقة دايما بتحب الخير بس عندك حزن غير طبيعي الأيام دي بسبب الأمور المعقدة اللي في حياتك عايزة اقول لبرج الحمل ان انت ممكن يكون عندك رجوع وعندك تغيير ليه عند تغيير ورجوع علشان انت هتثبت وجودك وعندك نقلة جديدة في حياتك الفترة اللي فاتت كنت مرهق كنت تعبان كنت حاسس بالإحباط الفترة اللي جاية دي هتحس بالفرق بنفسك هتحس بالتغيير علشان خاطر انت هتنقل نقلة جديدة هتغير سكنك هتغير مكانك الله أعلم هتغير الحاجة اللي في حياتك الفترة اللي جاية ممكن يكون عندك ارتباط جديد في حياتك الطاقة اللي عندك هتتجدد وهتدخل في علاقات حلوة شايفة كمان ان انت ممكن يكون عندك سحر مرشوش من أقرب مليك كمان يا بورج الحمل انت دايما بيكون عندك محاربة في حياتك يعني ايه؟ يعني دايما بتحارب يعني بتحط الهدف قدامك وتبتحاول توصل عليه بكل الطرق بترمي شبكتك وتصطاد صح دايما يعني دايما بيقولك ما بيقعش غير الشاطر ما بيقعش غير الشاطر عندك شوية أمور هتسويها بإذن الله السحر اللي مرشوش ده تعبك جدا الحسد والعين مستيبينك في حياة مستيبينك أبدا في حياتك دايما فلوسك متبخرة وانا قلتلك كده دايما حاسس انه فيه معمولك عمل بالتفريق معمولك عمل بالتفريق بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الأيام اللي جاية دي هيحسن ربنا حياتك بالكامل وهتدخل في حاجات كتيرة جدا بس حاول تعالج الفلوس المتبخرة الفلوس المتبخرة دي برضو هتلاقي الفيديو على قناة أختي لعلاج فلوسك المتبخرة دي آيات معينة برج الحمل انت بقالك فترة بتحلم بحلم بقالك فترة بتحلم بحلم الحلم اللي انت بتحلم به ده بإذن الله هيتحققه لو ما كانش حلم فهو أمنية لو ما كانش حاجة فهي حاجة ببالك انت هتحققها بفضل ربنا بس انت ارمي كل الهموم وراء دهرك بص على مستقبلك بص على حياتك علشان الأيام اللي جاية حياتك هتتحسن بالكامل وهيبقى عندك أمور حلوة جدا ردت بس انت دايما حظبنا الله ونعمى الوكيل في اللي ظلمني واللي الخني واللي قصر قلبي خلال بالزبط يمكن 11 يوم أو 12 يوم هتحصل عندك أمور حلوة جدا هتتغير من يعني انت هيبقى عندك احتفال وهيبقى عندك أمور بإذن الله بعد موليد برج الحمل بيكشفوا على الخلفة أو بيعايزين خلفة أو انتوا عم مستنيين الزرية للصالحة لو انت مستني الزرية للصالحة بإذن الله ربنا هيكرمك الفترة اللي جاية انا مش عايزك تقلق يا برج الحمل علشان والله العظيم حياتك هتتحسن وكل الأمور اللي جاية دي هتكون في صالحك انت بس علشان خاطر انت اتظلمت من كل الأشخاص اللي حواليك بس لو حسيت في وقت من التاني ان فيه عراقيل عندك وفيه مواضيع بتتقفل عندك دي كلها تخلي بالك يعني دي كلها أسباب ان ربنا مش رايدلك بالحاجة دي فيه حاجات أحسن جاية لك فيه أمور هترجع تتحسن عندك بإذن الله بس انت دايما صلي على الحبيب بلاش تصعب الأمور على نفسك بلاش ان انت تقول انا قوي انا وانا لا انا مش عايزك تبين طول الوقت ان انت ضعيف ولا عايزك تبين طول الوقت ان انت قوي انا بس عايزك تخلي بالك من الحسن علشان خاطر هم بيتكلموا معاك بطريقة لطيفة علشان يعرفوا حياتك شايفة ان اخت الشريك دي كانت سبب مشاكل كبيرة جدا في حياتك بالكامل ومش كده وبس ده كمان ممكن كمان يكون عندك سلفة او صديقة مقربة لحياتك دايما بتعرف عنك بينك بتعرف عنك كل حاجة ده مش كده وبس كمان يا بورج الحمل ده انت عندك حد بينك وما بينه مدة يعني بينك وما بينه سفر بينك وما بينه بعد الحد ده هيكون بينك وما بينه الايام اللي جاية لم شامل او رجوع لو كان ابن او كانت اخت زي ما يكون في حياتك بس انت حاول تهدى وتهدي امورك وبلاش التراجع وطاقت التفكير اللي شغلة بالك دي فانت يا برج الحمل للايام اللي جاية هيكون عندك لقاء مع من تحب والله وأعلم مين هو اللي أنت بتحبه شايف أن أنت بعيد عن أهل بعيد عن شريك بعيد عن حد بإذن الله الأيام اللي جاية هيكون فيه تحسن وفيه لم شامله وفيه قعدة حلوة كده يا برج الحمل ومش كده وبس كمان ده أنت هتدعي لي المريض اللي عنده مرض وانت بتحاول تكشف عليه إذا كان ابن أو إذا كانت أم أو إذا كان أخه الله أعلم بس أنت عندك مريض عندك يا برج الحمل بتحاول أن أنت تعالجه بتحاول تدعي ربنا وترفع ايدك للسماء وبتقول يا رب ايش فيه الدعوات اللي انت بتدعيها كلها متركنة عند ربنا يعني بإذن الله ربنا هيكرمك وهيوسع رزقك وهيفرحك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى عندك دعوة سارة او دعوة عامة في حياتك عند ابو الحمل عنده خطوبة وانا قلت له المرة اللي فاتت بس كل حاجة بوقتها انت الايام الدي اقدر اطمنك ان انت هيكون عندك انطلاقات كتيرة حلوة جدا وعندك احداث اعلنت الحرب انت ممكن ما تكونش يا بورج الحمل اعلنت الحرب على حد انت ممكن تكون اعلنت الحرب على نفسك بتصارع عندك صراع بينك وما بين القلب والعقل دول لما بيدخلوا في صراع بيخربوا الدنيا يعني انت يا بورج الحمل ممكن يكون عندك صراع في حاجات كتيرة مش لازم تكون اعلنت الحرب على ناس معينة وفي نفس الوقت انت مش اعلنت الحرب عليهم انت بس عملت حدود بينك وما بينهم الايام اللي جاية هتضرب ضربتك هترجع لك تاني فخلي بالك وخد حذرة في حد عندك بتاخد بركته حد دايما طول ما هو موجود طول ما هو موجود انت حاس ان انت في امان وان انت ضهرك كده مسنود في حد توفى عندك من فترة الحد ده زعلت ان هو توفى وحسيت ان انت ضهرك اتكسر حسيت ان انت لوحدك حسيت ان انت مفيش اي جديد عندك برج الحمل لو انت مستني محكمة مستني حكمة مستني ورقة مستني سفر الفترة اللي جاي هتحصل عليها برج الحمل كمان احب اطمنك وبشرك ان انت هيدخل شخص جديد في حياتك هتقابله وممكن تكون قابلته كمان العلاقة هتكون حلوة جدا وهتكون لطيفة بس خليكم زي ما انتو على وضعكم وبلاش تتنازلوا علشان اي حاج ده مش كده وبس كمان ده هيكون عندك ارتباط باذن الله ونفسياتك هتتغير يا برج الحمل ومش كده وبس انت كمان هيكون عندك شغل جديد ووظيفة جديدة حياة جديدة وحياة افضل بص يا برج الحمل لو انت مستني نقلة جديدة فباذن الله النقلة الجديدة لو انت مستني تحقيق حلمك فتحقيق حلمك مستني وظيفة جديدة فوظيفة جديدة اللي انت مستنيه كل اللي اللي انت مستنيه هو الله هيحصل هو اللي انت عايزه انت يا برج الحمل مشكلتك من قلبك طيب ودايما بتتخزن من اقرب مليك من اقرب الناس لحياتك هم اللي بيغزلوك هم اللي بيدمرو نفسيتك هم اللي بيتعبوك تعب غير طبيعي لازم تفك السحر اللي انت فيه ولازم تغير الروتين اللي ببيتك يعني لو انت بتعمل حاجة كل يوم حاول تغيرها شايفة كمان ان فيه فلوس جاية لك الايام اللي جاية ممكن تسدي بيها الدقيون ممكن تغير من نفسيتك طيب قل للشريك سرق منك ايه اللي دخل حياتك وخزلك وسرق منك مال انت بس ردت كلمة حسب ان الله هو نعم الوكيل عايزة اقول حاجة كده اخيرة لراجل الحمل راجل الحلم انت ظلمت انت ظلمت واحدة ست كانت بتحبك جدا ظلمت واحدة ست كانت عايزة لك الخير والسعادة وجيت عليها فياريت تزبط امورك علشان خطر الست اللي بتتحسبن فيك دي دعوتها مستجابة فممكن تأذيك في حياتك وتعملك عراقيل وتعملك فشل فتاة الحمل فتاة الحمل انت متقلقة انت انيقى انت جدعة جدا وصحبت صحبتها فعشان كده هتكوني متقلقة الفترة اللي جاية وهتكتشفي حقيقة بعض الاشخاص اللي في حياتك المنافقين والخدعين اكتبي تم علشان يوصلك لينك قناتنا التانية اللي عليها جميع العلاجات اللي انا بنزلها لكم اول باول تابعوا كل فيديوهاتها برج الحمل نصيحة كده مش عايزك تزعل على اي حاجة راحت منك اليومين دول لو انت بتعاني من كولون بتعاني من عصبية من ضغط من اي حاجة ان شاء الله باذن الله تلاقي العلاج على قناتنا التانية ان شاء الله يا برج الحمل هتلاقي الفرحة اللي انت بتتمنها وتحيق حلمك اللي انت بتسعى عليه هتلاقي بجد الحاجة اللي انت عايزها وهتلاقي حلمك قدام عينك بيتحقق وهتلاقي هدفك وهتلاقي مستقبلك وكل اللي انت عايزه تحياتي ليك اتمنى لك السعادة والهنى لأيامك اللي جاية